يبدأ الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل برنيا على الدول الأعضاء وأوضح برنيا أن الاتفاق المكون من 1200 صفحة سيخضع للتطقيق لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشاكل قبل أن تتم المصادقة على الاتفاق ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه ليتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل ومن شأن الاتفاق الحلول دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق المياه لبريطانيا أمام الصيادين الأوروبيين